وضعت مملكة البحرين أفضل التشريعات البيئية لتكون معززة في حماية البيئة ومواردها ونظمها عن طريق وضع الضمانات التشريعية الكفيلة بالسغلال أمثل للموارد الطبيعية نعم تضمن قانون البيئة الجديد على 125 مادة جاءت نتاجا للعمل الدؤوب الذي عكف عليه المساهمون في تحديث مشروع قانون البيئة من خلال التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حرست مملكة البحرين على وضع أفضل التشريعات البيئية وأنجعها وسط منظومة وطنية متكاملة لحماية الموارد الطبيعية يشمل كافة صورها البرية والبحرية والجوية ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين فالاهتمام في حماية البيئة جعل من المملكة تحتل مكانة عالمية بوضعها أقوى الضمانات التشريعية الكفيلة بالاستقلال الأمثل للموارد الطبيعية فمع دخول قانون البيئة الجديد حيز التنفيذ فأنه سوف يشكل قيمة مضافة في تطور المنظومة التشريعية الحضارية للمجال البيئي في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم وسيهدف هذا القانون إلى حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الإحيائي في إقليم مملكة البحرين وتماشيا لتحقيق الرؤى الملكية الحكيمة للنهوض بالشأن البيئي وتجاوز تحدياته بذلت الحكومة جهودا كبيرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء للنهوض بالشأن البيئي وتجاوز تحدياته وتغديم المبادرات والمشاريع التي تسهم في الاستثمار الأمثل للموارد البيئية والمحافظة عليها وتعزيز الثقافة البيئية في المجتمع جملة من هذه الجهود صبت في عمل مستمر ودعوب من قبل المجلس لعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الذي كرس جهوده في تحقيق الأهداف المرجوة لتوفير حياة آمنة ومستقرة للحاضر وحماية لمستقبل الموارد الطبيعية للأجيال القادمة ويتضمن قانون البيئة الجديد 125 مادة جات نتاجا للعمل الدؤوب الذي عكف عليه المساهمون في تحديث مشروع قانون البيئة ومن خلال التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتكاتف بين الجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي من أجل الارتقاء بالعمل البيئي وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء تطبيق هذا القانون طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة